السلام عليكم و شارككم جمعة مباركة أولا اليوم فيديو أول تحضيرات شهر رمضان الكريم أردت معكم هذه الطرق للاحتفاظ بالليمون بما أنه رانا فراسيزون تاعه و السعر تاعه راه مناسب و يساعد الجميع من الأحسن أننا نستغل الفرصة هادية و نقص التعب على نفسنا و نستغل الوقت دينا للطعاء و العبادات في الشهر الكريم إن شاء الله بالنسبة لي أول مرة راه تجوف في القناة تاعي أنقلك اشتركي و فعلي زر الجرس لأنه ما زالك هنا سلسلة كبيرة من التحضيرات والتجهيزات لشهر رمضان اللي رايحين يفيدونا و يفيدوكم إن شاء الله أول حاجة هي أنه هاد التجهيزات درتهم على مرتين هادي المرة الأولى كان عندي هاد النوع تاع القارص يعني أنا ما شريتهش قاع القارص لاني نستخدمه كنت بعته لدار شيخي بعته لشيخي و المرة تانية أنا رحت و جبت معايا في الناير هاد النوع جاي حبات دياله صغار وميبصح معمر بالماء و الجلدة دياله رقيقة يعني ما فيهاش جلدة و الحقيقة يعني تلت حبت تديري بهم كاس تاع قارص و بينسوق جبت الخل الابيض باش نغسل به القارص ديالي و أول حاجة درتها هي أني درت القارص تاعي في هاد الاليان تع المام و زيت فوقه الخل الابيض و خليته لمدة عشر دقائق حتى يتنقى لي مليح مليح خاصة إذا كنا رايحين نستخدمه القشرة تاعو للمبشور الليمون من أحسن هذه هي الطريقة اللي نطفو بها القارص ديالنا كما نعارفو أن الخل الابيض كحول هو منظف و مطهر في نفس الوقت نوك فعلا بهذه الطريقة نزيد نخليه مدة عشر دقائق أو أكثر على حساب الوقت اللي يكون عندنا شكرا فا العلق بعد مدة و الاتناة شوفه و راح نتلاحظوا أنه لا من لون تاعو لبان اما ألتنا و نأك فرش فى نقاط صوداء مية الحاش جايين فى القارص ديالي جبت هاد السلة صغيرة نجعلهم يقطروا فيهم بعقلهم ونبدأ في التحذيرات الطريقة الأولى هي أنه الليمون بزف الحبات الصغار لا يوجد أخرى في الثلاجة نقطعه على زوج ونضعه في الأكياس في رمضان يجبض كمية التي أحبتها زوج مرصوات نجعلهم يدوبوا ونعصرهم وفي هذه الطريقة يقصناهم أعلى تنين سوف تكون العملية تعدى وبنتهم بسرعة على خاطئ مقسومة على زوج خرم لتكون حباء كاملة مقسومة على زوج ونضع جلده الغيق حتى الشكل يبسح تعجنين ونضع مقسومة على زوج هذا هو الطريقة الأولى كيف حصلت ليمون كما ترون ونضع أعطي كيف حصلت كيف حصلت بسرعة ونضع كيف حلق كيف حصلت كيف حلق مقسومة ونضع كيف حلق كيف حلق كيف حلق كيف حلق كيف حلق كيف حلق تدسل محلق به جميل كيف حلق كيف حلق محلق هذا نوع اخر من البرتغال كيف حلق قررت بل حيث مصر شئيخي وعجوستي عميش على قشور خطوط بقشور بهذه الطريقة والحبات الكبار ومحبات لقد قدرت نسكرفجه هذا الصغير لدينا لدينا جلده لبقائل استعملت هذه الجهة لم تكن تخرجه املاح هذا المبشور تستعمل في الشربات في الحلويات في المسكوتشو أو حتى يخدموا الشربات في رمضان يقدروا مغرفة مع القارس معصور ويرحوها قدرتوا في بطا هذه المارغارين خصلتها وستعملتها لم أحبت أن نشري علب بزيف البلاستيك في الدار قلت نستغلها بما أنها تحافظها كما العلب الأخرين ورفضت ارتفع هذا المارفة على طب مصصور مصصور لتجيب الجبد لن يجب الجبد لن يجب المرسوط لن يجب المرسوط الثالثة هذه الحبات التي قمت بها هم كبار نريد لكم يدي طابوكي سكرفشتهم هنا كاين واحد ثلاثة كيلو لا يجب ان يبانوا كارا كنت اعصرتهم كامل و ليس في وقت واحد رياحت اعصرتهم خرجوا لي ستة لقوبلي و كل قوبلي سيدي ريتلا ونصدح شربات بالنسبة لهذه البقايا الليمون نحتفظوا بهم ونخبوهم على خطش نستغلوهم للقرنون والخرشف والتنظيف والتطهير سنخبوهم ونضيرهم في كونجيلاتور وان شاء الله سنقوم بكم فيديو توضيحي اللي سنوريكم طرق اللي نقدروا نستغلو فيهم هذه القشور يعني انسيوا قدر الامكان اننا من بدروش وما نرمو والو نغلق نغلق الراس هذا بالنسبة للقشور اللي قاعدوا لي ما ياخدوا ليش البلاسة كامل ونستغلوهم كنجي ننظف ونجبت زوج ثلاثة ريسان ونستعملهم اهنا اغلقت لقوبلي تاعي كامل بهذه الطريقة باش ما تخش فيهم ريحة ونستغلوهم ونستغلوهم في الباب الثلاجة بهذه الطريقة ننسيوا نحطوهم بهذه الطريقة كي يجمدونا باش ما يدفقوناش نحطوهم كما كان عندنا المكان على حساب ما يساعدكم ونستغلوهم وهذه الطريقة الرابعة والاخيرة اللي هي كيفاش نحافظه على حبة الليمون كاملة يعني صراحة انا هذي اول مرة نشوفها واول مرة احنا نجربها معاكم كنت شفتها في واحد الفيديو انه استعملوا ورق الاليمنيوم من الجهة اللي تبريه هي اللي تكون للداخل ونغلفوا بها حبة الليمون كامل ونغلقوها من اللي حمله ثاني تقبل ما نغلقوها ننسحوا الحبات هذوك كامل من الميديتي ولا الماء ولا وش يكون فيها الرطوبة هذيك ونغلفوها بهذه الطريقة قال لك بالليك تقدر تقعد مدة ستة اشهر يعني انا ياربي تشدلي شهر ولا شهرين هذيك هو وقتها وبركتها راح نجربها معاكم حبيت نبرتاجها بالك شو حدة تجربها وتستفاد بها وهذه هي النتيجة الاخيرة راح نديرهم في افتيغ وقتها للفريجيدال ونشوف مرة على مرة نطلع عليهم اذا كانت طريقة قناتها راح نعتمدها في الاعوام القديمة ان شاء الله وانا اياك وانا ما كملت احصرت وكلش قلت ان راح ندير شوية شربات ليا هاي لك النتيجة التاعه يخرج كما تعلقها او احسن الوصفة راني دايرتها في القناة لا يوجد حليب لا يوجد حليب حليب لفاني والقارس والماء والذي أحب يزيد النعناع وهذا هو الطريق للحفاظ بالليمون في الكنجيلاتور او في الثلاجة نتمنى ان شاء الله على الفيديو تكون ان شاء الله نكون حمستكم خاصة لما زل ما وجدتك خان ما تشريه بسعر دوبل على هذا والزيد تنقص تعب على روحها وتستفيد بالوقت هذك بقالي انقلكم الى الفيديو القادم ان شاء الله ما تنسوش تخلوني لايك او تعليق وهنا هي انقلكم انتظروني الى الفيديو القادم مع تحضيرات جديدة او روتين جديد مع السلامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى